أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيت على أهمية الدور المركزية لوزارات الداخلية لمعالجة ظواهر الأمنية السلبية من خلال التوصل لحلول جدرية بجانب الحل الأمنية لتسوية هذه الظواهر أشار أبو الغيت خلال كلمتي في افتتاح الدورة الأربعين لمجلس وزراء الداخلية العرب المنعقد في تونس إلى الحاجة لوجود نظرة أمنية تكاملية تأخذ في الاعتبار الأوضاع الاجتماعية التي نشأت عن التطورات العالمية التي يشهدها العالم حاليا مشددا على ضرورة العمل العربي المشترك في المجالات الأمنية لحجد مواجهة جماعية متضافرة للظواهر السلبية خاصة تلك العابرة للحدود ولتبادل الرأي والتقدير بخصوص التطورات الناشئة والمستجدة في المجتمعات العربية اشتركوا في القناة